مدينة أم الفحم مدرس المربي أستاذ محمد محاجني ما هي أبعاد هذه القضية قضية الفنان تامر نفار في مدينة أم الفحم السراحة قبل يومين اتفاجأنا في بيان من بلدية أم الفحم أزارت بلدية أم الفحم بإلغاء الحفل للفنان تامر نفار لأكثر شيء أغاضنا أن السبب في إلغاء هذا الحفل أن تامر نفار لا يليك بالأخلاق الفحموية ولا يليك بالثقافة الفحموية نحن لا نعلم من يضع هذه المعايير من يضع مين يقرر ملائم للأخلاق الفحموية ملائم للثقافة الفحموية فإحنا توجهنا غب في الفداية لبلدية أم الفحم وتوجهنا لرئيس بلدية أم الفحم نحن نتحدث بلاش نصل لقضية المحاكم ولكن كانت كل الأمور مسكرة قدامنا مكناش طريق إلا إحنا نتوجه للمحكمة لإلزام بلدية أم الفحم بإلغاء القرار والأهم من ذلك أنه في هناك نحن نعلم أنه في هناك مجموعة متنفذة فوق الرئيس اللي بلجأ لها للرئيس واللي هي بتمني عليه أوامرهم في الأمور الثقافية وخاصة في الأمور الثقافية في المركز الجماهيري نعم أنا سؤالي لك أستاذ محمد محاجني يعني بالتالي الفنان تامر نفار هو ألغى هذا الحفل بعد كل العاصفة التي كانت أنت كنت مع أنه يستمر وينظم هذا الحفل في مدينة أم الفحم إحنا أبناء أم الفحم أولاد أم الفحم وإحنا بنحس بإيش بيكون أم الفحم كان فيه إمكانية تامر نفار كان مستعد مستعد أنه يكيم الحفل لليوم ولكن إحنا قسنا الأمور وخاصة إحنا وأنا بشكر الرئيس البلدية دكتور صمير بعد قرار المحكمة وإحترام قرار المحكمة وعارب أنه عن قبوله لقرار المحكمة وإنه فيه إمكانية أنه يكيم تامر نفار فإحنا بعدها جلسنا وإلى أول مرة قدرنا إحنا نجلس مع رئيس البلدية في هذا الموضوع وجلسنا مع رئيس البلدية ومع تامر نفار بعد ما قسنا كل الأمور إحنا شفنا من المناسب أنه إحنا يتم تأجيل وهذا كنا طلبناه قبل التواجهة أنه يتم تأجيل الحفل تبعنا في تامر نفار وإنه يكون فيه تداول وإنه يكون فيه قنوات مفتوحة ما بينه وما بينه بلدية أم الفحم ورئيس بلدية أم الفحم أنه تكون المركز الجماهيري ومركز الجميع وليس لفئة معينة أو لطريقة معينة شكرا جزيلا للمربي محمد محاجني من مدينة أم الفحم شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمربي محمد محاجنة أم الفحم